موسيقى موسيقى طبعاً اليوم توزيع جائزة أرغانا العالمية وهذا موعد شعري وطني وكوني سنوي وهو حدث ثقافي يندرج ضمن الاهتمام وكل ما يتعلق بالإبداع الفني هذه الجائزة وهذا الحدث هو لتكريم هؤلاء الذين أغنوا ثقافة العالمية وطبعاً الثقافة العربية وكذلك أغنوا المجال المرتبط بالشعر جائزة لإحتفاء الذي حصلوا عليها اليوم ولكنه في حديداته له دلالات وهو معاني بعتبار أن الشعر من مكونات الأساسية للتكافة العالمية موسيقى موسيقى الماليسيانان الدينة يعطي بحضر طبعاً لدينا تتبع في مدرسي العنوان وباسترات المعرفة تسمية وجود المعرفة والمعرفة والمعارضة والماعيشة نفعج يملك رجل تحضيره في في مدرسيين تريد في مدرسي المعرفة لدينا وفي Brكات المقابلة في الدولة العربية وفي مدرسياً aujourd'hui nous célébrons pour la dixième fois un prix qui est décerné à un grand poète libanais qui est Wadi A'Sa'ada nous sommes heureux que le jury ait pris en compte l'oeuvre grandiose de ce poète nous avons profité cette année du dixième anniversaire de partenariat avec le prix Argana لتعبع دبعاً للمغرب في نفسه في حالة محمود درويش مع نفسه في رابط ومعرفة الإجتماعية ومعرفة هذا الوحدة وهو مدعاً للمغرب ومعرفة جميعاً جائزة الارغان العالمية الشعر هي إحدى اللحظات التقافية والشعرية الرفيعة التي يفتخر بها بيت الشعر في المغرب بمعيات شركائه مؤسسة الرعاية لسندوق الإداء والتدبير ووزارة التقافة والاتصال تصل اليوم دورتها الثالثة عشرة وهذا الدليل على أنها صارت جائزة راسخة لها مكانة لأنها فاز بها كبار شعراء العالم اليوم يفوز بهذه الجائزة أحد الشعراء الأساسيين في المشهد الشعري العربي والكوني لأن وديع سعادة استطاع من خلال منجز شعري على مدى أربعة عقود أن يطور القصيدة وأن يغني متخيلها وأن ينتصر أساساً للقيم التي يدافع عنها دوماً الشعر قيم الجمال وقيم الإخاء والمحبة فلهذا الأرقانة اليوم تؤكد أنها دائماً لحظة لمصفحة الشعريات العالمية سواء كانت عربية أو كونية أنا أفتخر بأنني كنت من الذين نالوا هذه الجائزة التي أعتبرها جائزة مميزة لأكثر من سبب مثلاً هي جائزة تهتم بالشعر فيما معطى من جوائز الأدبية العربية الأخرى تنصب في الرواية وتهمل الشعر ثم هذه الجائزة التي ينالها ليست كالجوائز معظم الجوائز الأدبية الأخرى لها محسوبيات وعلاقات عامة بينما جائزة الأركانة هي غير ذلك ثم تجعلني هذه الجائزة أشعر بأن الشعر لا يسال بخير وهذا أمر عظيم وأشكر المغرب ككل حكومة وشعبا لأن الثقافة في هذا البلد لا تزال بخير ولا يزال هناك من يهتم بالثقافة وهذا رقي إضافي لهذا البلد ترجمة نانسي قنقر وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا